بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريب 1 تعالوا نكمل سوا الانترودكشن زي ما اتفقنا معلومات اخدناها قبل كده في الساينز طول دراستنا من اول ما قلنا يا ساينز وحنكمل معانا السنة دي ومهم جدا نبقى عارفينها قبل ما نبدأ السنة علشان بإذن الله تبقى سنة سهلة وبسيطة زي ما اتفقنا احنا حنكمل الانترودكشن لبريب 1 بارت 2 ما تنسوش حبابنا لو اول مرة تشوفونا ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك وشير وكمنت على الفيديو ده وتعرفوا كل اصحابكم به ياريت كمان تتابعونا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان على التليجرام لان وقت الشرح بإذن الله لما نبدأ شرح المناهج التليجرام هو اللي حينزل عليه الشيطات او البيتي اف اللي حتسهل على حضراتكم المذكرة بإذن الله نكمل كلامنا كده ونشوف كنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن الماتر وعرفنا حاجات كتير عنها المرة دي بقى حنتكلم في كونسبت جديد ومعلومة جديدة كنا واخدينها قبل كده وحنتكلم عنها بالتفصيل اكتر السنة دي وهي الانيرجي يعني ايه انيرجي وايه هي الفورمس of انيرجي ده اللي حنعرفه النهاردة بإذن الله الانيرجي دي ability to do work الانيرجي دي هي الحاجة اللي عندك اللي بتخليك تقدر تعمل الورك بتاعك زي لو تخيلت كده وانت قاعد مكلتش خالص تقول لي ماما انا مش قادر اعمل حاجة انا ما عنديش انيرجي اهي الانيرجي دي هي ان انت تقدر ability بتاعتك ان انت تقدر تعمل الورك بس الفكرة ان ربنا خلق الانيرجي دي مش في شكل واحد دي ليها كذا فورم بس كمان الكذا فورم دي نقدر نغيرها من واحد للتاني دلوقتي حنشوف ايه هي الtypes او الفورمس of انيرجي وازاي نقدر نعمل اللي تشينج ما بينهم وبين بعضيهم نفتكر كده كان عندنا seven forms of energy تعالوا نفتكرهم بالترتيب كده بره كان عندنا اول type وثاني type شبه بعض خويت اللي هم light energy والheat energy يعني ايه light energy وايه هي الheat energy ال light energy دي نوع من انواع ال energy اللي بنقدر نشوفه السورس بتاعت light energy والheat energy فيه main source ليهم اللي اتنين اللي احنا كلنا كده كهيومن بنستفيد منه وهو sun ده بيدينا light زي ما بتدينا heat فيه كمان حاجات تانية تدينا light وبالتالي heat زي اللامب مثلا زي الكاندل اللي قدامنا مثلا فيه حاجات تدينا heat زي الأفن ما تديناش light مثلا حاجة تانية زي الheater ده الفيات اللي بنستخدمها في الشتاء بقى فيه sources للهيت والlight مع بعض وفيه sources للlight بس او للهيت بس لكن بنقدر نقول انه هم اخوات لان اغلب السورس اللي بيديني light يديني معاه heat حنشوف كمان اتنين اخوات كمان شوية في الenergies بس تعالوا نكمل فورم تاني من الenergie الفورم اللي بعد كده اسمه sound energy وده type of energy اللي بنعرف نعمله hearing اللي بنسمعه ده sources of sound energy ممكن يبقى اي musical instrument عندنا ممكن يبقى ال radio ممكن يبقى ال pill سواء كان electric pill او حتى ال pill العادي القديم بتاع زمان ده او ال piano كل الحاجات دي بتديني sound energy يبقى لحد دلوقتي عرفنا three forms of energy heat energy light energy sound energy الفورم of energy اللي بعد كده فورم اسمه chemical energy واحد تاني اسمه electric energy الchemical energy ده ده energy stored في ال object الchemical energy دي غريبة علينا شوي غريبة في ايه؟ ان هي لازم اعمل لها burning علشان تديني ال energy اللي فيها يعني ايه؟ يعني اللم مثلا من غير ما اكلمها كده بتديني light الصن من غير ما اعمل لها حاجة تديني light والهيد الchemical energy ده energy stored في البادي يعني ايه؟ يعني زي البنزين مثلا بتاع العربية او زي الفود اللي احنا بنكله اه طبعا مش عجبكوا الفود ده اكيد ينفع الفود ده اللي اتنين دول سواء كان فيل للكار او كان فود لينا مش هيديني ال energy دي غير لما ادخلوا جوه البادي بتاعنا ونحرقوا يعني لازم علشان الساندويتش المليان ده يديني energy او الفيجيتابلز والفروتس الجميلة دي تديني ال energy لازم اكلها لازم البنزين ده علشان يدي للكار ال energy لازم ادور العربية علشان الكار تعمل بيرنينج للفيول اللي جوه ده وتديني ال chemical energy مهمة قوي الفكرة دي ان ال chemical energy دي stored energy يعني ايه stored يعني مش هتطلعلي ال energy بتاعتها لوحدها كده لازم اعمل لها بيرنينج علشان تديني هي ال energy اللي جوه يبقى كلمة السر في light energy can be sealed كلمة السر في sound energy can be here كلمة السر في chemical energy stored بس خلي بالك عشان حنلاقي كمان واحدة energy فيها stored بس الحد دلوقتي stored دي بتاعت ال chemical energy طيب الفورم اللي بعد كده اللي هو ال electric energy ده عارفينه يامس الالكتريست دي ممكن تجلنا من battery او ممكن تجلنا من generator او كنا بناخده في primary five ال denamo ممكن كمان تجلنا من حاجة اسمها solar cell device جديد كده او tool جديد نازلة بتاخد ال energy بتاعت السن اللي هي sun light energy وتحولها لي electric energy كيف بتشوفوها في الطرق السريعة بتلاقي شكل عمود النور فيها غريب شوية مش بلمبة عادية كده لا زي ما يكون فيه شاشة فوق زي شاشة التلفزيون بس صغيرة كده شوية ومتوجهة ناحية السماء وبالليل تلاقيها بتديك ال energy دي هي دي solar cell دي برضو بتديني electric energy تعالوا نكمل ونشوف باقي forms of energy الفورم اللي بعد كده هم الاتنين اللي خويت اسموهم potential energy وkinetic energy ال potential energy دي برضو فيها كلمة stored بس هناك في ال chemical energy قولنا stored energy وسكتنا لكن هنا stored energy due to work اما ال kinetic energy فدي بقى ال work due to much لاي ميس انا مش فاهم حيك طيب تعالوا نشوف لو عندك الشكل اللي قدامك ده شكل اللي بيسموه نبلة او اللي هي عارفش بعد ايامكم اسمها ايه زي قستك كده ونحطه ونحط فيه ورقة صغيرة او طوبة صغيرة ونشدها جامد وبعدين نسيب او حتى الشكل ده الطيز اللعبة اللي هي بنرجعها العربية نرجعها الورا شوية وبعدين نسيبها فهي تتحرك لقدام او حتى الشكل اللي قدامنا ده او كمان شكلي وانا بعمل هامرينج لأي حاجة ما سكشكوش وبخبط بيه على نيل او حاجة كل الحاجات دي مقدرش اقول عليها ان هي potential energy بس او ان هي kinetic energy بس الطوبة دي او الورقة دي مش هتعمل الموشن بتاعتها وتتحرك غير لما انا اديها energy واسحبها الورا الاول انا هعود اسحبها الورا كده وبعدين لما سيبها تديني هي الانيرجي لقدام اسحبها الورا وبعدين تديني الانيرجي لقدام اسحبها كده وتقوم هي مدياني الانيرجي ان النيل ده ينزل اهم دول الاتنين اخوات potential energy الانيرجي اللي انت بتعملها وبتديها للأوبجيكت وهو عمالي خزد نهالك يعمل لها ستور امتى بقى يرجعلك الانيرجي ده لما تسيبه فعلا لما نسيب الاستج ده او لما نسيب الكار دي او لما نسيب الارو ده هيدينا انيرجي تانية اللي هي موشن اللي هي فيها حركة ان الكورة دي تمشي او الطوبة دي تمشي او الكار دي تتحرك او الارو ده يحصل له ان هو يمشي لقدام يديك الشكل التاني من الانيرجي اللي هي كاينتيك انيرجي يبقى البوتينشيال والكاينتيك اتنين اخوات علشان كده ممكن نقول عليهم كلمة تانية وهي ميكانيكال انيرجي يعني بوتينشيال وكاينتيك علشان يبقى فيه بوتينشيال حيديك في الاخر كاينتيك ولو فيه كاينتيك يبقى اصلها كام بوتينشيال بوتينشيال وكاينتيك اللي اتنين على بعض اسموهم ميكانيكال انيرجي تعالوا نسهل الكلمات لو صعبة شوية بوتينشيال بوت وبعدين انشيال كاينتيك كاين كأنها تقول كايند بس تشيل الديل اللي في الاخر كاينتيك انيرجي ونفتكر ان كاينتيك هي دي اللي ليها علاقة بالحركة كهوكا للميكانيكال انيرجي بقى ممكن تفتكرها بالراجل اللي اسمو ميكانيك الراجل اللي بيشتغل في العربيات شباهها هي ميكانيكال ميكانيكال تمام يبقى البوتينشيال والكاينتيك اخوات يدوني الميكانيكال انيرجي بعد ما عرفنا ايه هي السيبن فورمس اوف انيرجي اللايت والهيت والساوند والكيميكال والالكتريك والاتنين اللي اخوات بوتينشيال وكاينتيك تعالوا نشوف ازاي نقدر نعمل ترانسفورميشن ليه يعني ايه ترانسفورميشن يعني اخد حاجة وديني حاجة يعني مثلا الشكل اللي قدامنا ده كيميكال انيرجي موجودة في الفود لما ادخلها البادي بتاعي واحرقها تديني انيرجي اقدر اعمل بيها موشن اللي هي اسميها كاينتيك انيرجي او ممكن اسميها ميكانيكال انيرجي نفس الفكرة لو انا بتكلم مثلا عن الفيشة اللي قدامنا دي بتديني الالكتريك انيرجي ممكن اشغل بيها اوفن يديني هيت انيرجي او حتى الشكل ده كيميكال انيرجي اللي موجودة في الفيول في البنزين بتاع الكار لما اديها للكار والكار تحرق البنزين ده تديني ميكانيكال انيرجي اللي ممكن نسميها برضو كاينتيك انيرجي او الالكتريستي لو وصلتها بلام بحا تديني لايت انيرجي اللي الصن بتديه لنا البلانت بياخده ويديني او يخزن جواه كيميكال انيرجي في الفوت بتاعته او في الفروت بتاعته اللي نرجع تاني نستخدمها ونحكي الحدوتها دي تاني يبقى احنا دلوقتي قدرنا نشوف ان حوالينا من غير ما نتكلم كده بيحصل انيرجي ترانس فورميشن يعني ايه ترانس فورميشن يعني تشينج للانيرج من فورم لفورمتين من كيميكال لميكانيكال من الالكتريك لهيت من لايت لكيميكال وهكذا حوالينا كمان ديفايسز كتير احنا بنستخدمها بتعمل الترانس فورميشن دي على مثلا نبص على الووشنج الغسالة اللي حضرتك بترمي فيها الهدوم اللي لبستها بتشتغل بالالكتريستي يبقى بتاخد وتعمل ايه تفضل الحلة بتاعتها تقعد تلف 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 يعني كاينيتك او ميكانيكال انيرج السولر سيل دي اللي جبنا سيرتها من شوية اللي موجودة في اللومة دي الحديثة ومتركبها على الطرق دي بتاخد السولر انيرج اللي هي السونلايت وتديني الالكتريستي الالكتريك فان المروحة اللي نستخدمها لما الجوي يبقى حر قوي بنوصلها بالالكتريستي يعني بتاخد الالكتريك انيرج تامل ايه تفضل لريش بتاعتها تلف وتتحرك كا كا يبقى كاينيتك انيرج أو ميكانيكال انيرج الالكتريك بل الجرز اللي بترن عليه علشان ماما تفتح لك الباب وتدوس على الجرز جامد قوي وماما تيجي تزع اهوداش الغالب الالكتريستي يعني اليكتريك انيرج يوصل عند ماما جوه ايه يوصل عندها نفس الفكرة في التليفجن لس التليفجن بقى بيدينا ساوند ولايت بنسمع صوت التليفجن وكمان بنشوف الامج اللي فيه او الصورة اللي فيه السليلار فون الموبايلات اللي خربت دنيا دي بتشتغل بالالكتريك انرجي وتديني برضو نفس الفكرة ساوند ولايت انرجي بكده حبيبي نكون راجعنا على كل البوينت اللي عايزين نراجع عليها ما تنسوش زي ما اتفقنا متابعتكو على اليوتيوب والتليجرام والفيسبوك ونعمل سابسكرايب للقناة ويريت لايك للفيديو وعرفوا اصحابكم بالقناة اشوفكو على خير واتمنى لكم كل التوفيق